لما نتكلم عن الإخلاص في العمل والتفاني والوطنية جيبها نتكلم عن مهندس إبراهيم محلب كواحد من هؤلاء الرجال الذين أدوا دوراً سيذكره التاريخ إبراهيم محلب الرجل الوطني المخلص في عمله الذي قدم العديد من الإنجازات وكان عنصراً فاعلاً في عمله وأدائه وعندما قامت صورة تاتين أوليو ترك عمله في المملكة العربية السعودية التي كان يتقاضى فيها حوالي مليون ريال شهرياً ليأتي إلى هنا وزيراً ثم رئيساً للوزراء مهندس إبراهيم محلب الآن في باريس يعالج ربنا يديه الصحة أدعوكم أن تدعوا له بالشفاء العاجل نتمنى بالفعل أن نراه بيننا في أقرب فرصة والآن على سرير المرض في باريس